اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين وانا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامج شاهد وشواهد وضيفي وضيفكم في هذا المشوار الكاتب والباحث السياسي المعروف الأستاذ وليد الزبيدي في الحلقة الماضية بدأنا المشوار وكان يتحدث الأستاذ وليد عن رؤية للفترة ما قبيل الحرب ما قبيل احتلال العراق عام 2003 الفترة مقتربات كنا نتحدث عن المقتربات التي أدت إلى تاريخ 9-4 وما بعد في سقوط الدولة العراقية انتهاء السيادة العراقية انتهاء شيء اسمه الدولة العراقية وبداية فترة الاحتلال في هذه الحلقة سنستكمل هذا المشوار إن شاء الله سنتحدث عن تفاصيل أخرى كان الأستاذ وليد الزبيدي شاهدا عليها نتحدث عن فترة نوثق فيها للحاضر والمستقبل محاولات كثيرة لطمس هذا التاريخ لتشويه هذا التاريخ كذب على الناس بعد ربما عشر سنوات أو عشرين سنة سيكتب تاريخ آخر ربما مشوه الأجيال القادمة لا تعرفوه نريد أن نسجل للأجيال القادمة ما حصل فعلا لكي تبقى الصورة في ذهن العراقين ذهن العرب ذهن العالم كله واضحة ومثل ما كانت هي أهلا مرحبا بكم أستاذ وليد مرة أخرى ضيفا كريما في برنامج شاهد وشواهد وفي قناة الرافدين أستاذ وليد كنا في الحلقة السابقة قد توقفنا وانت تتحدث لي يعني يعني لأيام الأولى لبداية احتلال العراق ولدخول القوات الأمريكية إلى بغداد قبل أن قبل أن تحدثني ربما عن معارك شديدة قالوا أنها أجرت في مطار بغداد معارك على أطراف بغداد وانت كتبت كتابا سميته جدار بغداد وجدار بغداد ربما يثير في الذاكرة الحديث الذي كان يقال في ذلك الوقت أن القوات ستقاتل على حدود بغداد ستقاتل القوات الأمريكية المعركة الرئيسية ستجد عند حدود بغداد ولم يحصل هذا قبل هذا أريد أن أسألك عن الوضع الاقتصادي كيف كان العراقيين كيف كان وضعهم الغذائي يعني اليوم بعد 15 سنة مما يسمى تحريرا وديمقراطية وحرية أهل العراق وهذه الأموال الكبيرة أهل العراق يعني البطاقة التموينية فقيرة الجياع بأعداد غريبة عجيبة لدينا اليوم أكثر من 10 ملايين تحت خط الفقر 10 ملايين عراقي يأكلون مع الأسف من المزابل يعيشون على الشحاذة ربما على المعونات كيف كان الوضع في تلك الفترة هل كانت بطاقة تموينية شون العراقين مدبرين أمورهم الأعمال كلها تكاد تكون قد توقفت في تلك الفترة كيف كنت ترى الأمور بعين الصحفي والإعلامي والعراقي بشكل عام لنبدأ من نهاية الحرب نعم فورا هناك مخاوف كثيرة من أن تحصل مجاعة وهناك أحاديث عن معونات كبيرة كان في الأخبار الغربية أنه ستصل معونات كثيرة هذا قبل الحرب وأثناء الحرب نعم ولكن الذي حصل أنه لم يصل شيء من ما تحدثوا عنه من معونات فأذكر أول مقابلة لي مع أداة البي بي سي بعد انتهى الحرب نعم قلت هذه الجملة قلت صواريخهم لقتل العراقيين تأتي مسرعة ولكن ليس هناك معونات ولا أدوية لجرحة ومرضى ولكن للتأريخ وهذا التأريخ يجب أن يسجل أنه العراقيين قبل الحرب في الحصار وأثناء الحرب وبعدها لم يكونوا كما حال الكثيرين الآن جواع قبل الحرب تم توزيع حصة من البطاقة التموينية التي يعرف كل من عاشها أن بعض منها كان العوائل تبيعة نعم بعض مفرداتها بعض مفرداتها تزول نعم فوزارة التجارة وبجهود دكتور محمد بدي صالح الراوي نعم وزعوا على العراقيين لستة أشهر وهو يبدو كان قياسات أنه ستة أشهر قد ينتصر فيها العراق أو تنتهى الحرب كانت جزء من الحسابات نعم فتم توزيع بطاقة التموينية لدرجة أنه تكدست عند العوائل يعني كل مفردات البطاقة التموينية وهي قضية البطاقة التموينية وكيف إدارتها في زمن حصار كلنا بلد غني أرادوا أن يفقروه أيضا حقيقة فيها معجزة عراقية حقيقية نعم ولهذا أذكر يعني فيها كثير من الدروس الوطنية جميلة نعم نعم أذكر قبل الحرب فترة التقيت مع الدكتور محمد مهد صالح وزير التجاري في مكتبة نعم وسألت السؤال التالي يعني أنا كنت ملتقي بي مرة أو مرتين يعني ما بيناتنا علاقة نعم فسألت لكتور أنا عائلتي ست نفرات من نروح السوقين ومدوخ يعني الواحد عائلة الدوخ نعم فسؤال أنتم شلو قدرتوا تدبرون تسوقون لكل العراقيين هو مسواق الحقيقي نعم 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 بكل احتياجاتهم نعم هذا واحد الثاني احنا من آب تسعين إلى الستة وتسعين ما عدا تصدير نفط ممنوع نعم واتصاد العراق ريعي يعني ستة وتسعين ثمانة وتسعين بالمئة من واردات النفط وإنتوا تسوقون هاي الفترة كل هالسنوات لكل العراقين منين جبتوا فلوسهم فهو جاوبني جوابا أنزعجت انت انزعجت اي طبعا ماذا نعم وما هو الجواب قال لي أخ وليد المخابرات الأمريكية أرسلوه له داعش صحفي من السيايا سألوه النفس هذا السؤال ومجاود قلت لدكتور أعتقد أنت تعرف أنه مخابرات الأمريكية يعني عراق هو شعر أنه يعني كان جوابا غير موفق نعم فاعتذر الرجل قال لي وعليه أول واحد راح نطيك المعلومة بعد أن ينرفع الحصار لحضرتك نعم فآني هو طبعا سجن في وقتها تقلوه الأمريكان وآني ذكرتها الواقعة في جدار بغضاء نعم قلت كذا وكذا وكذا الكتاب وصل إلى المعتقلين القيادة في السجن كل القيادات تبين وصلهم وقاري كلهم نعم يعني أستاذ طارق عزيز رحمه الله أرسل لي مع المحامين تحياته كثير من المسؤولين نعم ومن ضمنهم سيادة الوزير محمد المهدي صالح قبل ثلاث سنوات في عمان كانت مناسبة فاتحة لأحد الأساتذة زوجته وكان موجود الدكتور نحقينا كان ناس قال لي بس أنا كتبت بالكتاب قلت صار هكذا حديث ولكن بالتأكيد الآن هذا السر أعطاه دكتور محمد بالتحقيق للأمريكان نعم لأن يحققونه على كل شي نعم فقال لي قال لي لا أكو شيء بكتابك خطأ قلت له شون الدكتور قال من طيتهم ولا أسر ولا أحد شترهم عن هذا الموضوع نعم قلت لي يعني باقي من إليهاي قال لي بس لازم نلتقي بعد التقينا كثيرا نعم فقال ما أعطيتهم هاي المعلومة وطبعا حكاة للتفاصيل هي ممكن مناسبتها أخرى ولكن يعني هذه القدرة على أن يكون غذاء ودعم للعائلة وأدوية كان حقيقة تجربة ممتازة في العراق رغم الموارد المالية ورغم المضايقات لجنة في الأموم المتحدة الخاصة بالحضر المواد وغيرها نعم فهكذا كان الوضع بعد ين بدأ الوضع الأسعار تزداد والفقر يزداد وطبقة غنية من الحاكمين والأحزاب وهذا الواقع بالعودة إلى إلى دخول القوات الأمريكية إلى بغداد ربما كانت الدخول الأول إلى مطار بغداد كان واحدة من النقاط المهمة يعني سأكل الجيوش في دخولها إلى المدن تحاول أن تسيطر على العقد الرئيسية المطار يعني مراكز الاتصالات مراكز النقل كيف كانت كنا نسمع عن معارك شرسة جرت في مطار بغداد بين القوات الغراقية وبالذات الحرس الجمهوري وكانوا في داعي صدام مع القوات الأمريكية كبدت في ذلك الوقت قالوا أن كبدت القوات الأمريكية خسار لكن لا أحد يعرف تفاصيل هذا الموضوع الكثيرين يعني يتحدثون قصص كثيرة لا أحد يعرف نتيجتها وبالتالي دخلت القوات الأمريكية وصولا إلى يوم تسعى وأسقاط التمثال اللي كان الرمز لاحتلال بغداد بهذه الطريقة وإعلان انتهاء الدولة العراقية بالشكل الذي رأيناه كيف يعني كنت ترى هذه الأمور يعني وأنت مراقب للساحة تعمل في وسطها مطلوب منك إعداد تقارير مطلوب من عندك أن كعراقي أن تفهم الأمور وترى الأمور بشكل واضح وهذا ما نتحدث به اليوم نعم قصة المطار طبعا حاديث كثيرة كثيرا أعتقد يعني كان ناس كثيرة أيضا من العراقيين يريدون أي قصة انتصار لأنه الهزيمة السريعة حقيقة يعني كان زلزال مر على العراقيين فالتردد كثيرا عن معارك شرسة في مطار صدام في وقت ضمن دراستي أنه أدرس الموضوع فبحثت في البداية أنا لدي معلومة أنه كان قليل يعرفوها في ذلك الوقت أنه القوات الأمريكية برية دخلت المطار وليس أنزال جو كما يعتقد البعض نعم يعني فرقة مشات ودبابات دخلوا المطار مساء يوم ثلاثة أربعة كان يوم خميس نعم فالتقيت بمسؤول في الخطوط الجوية العراقية وكان صديقي وسألت يعني شنو معلوماتكم عن هذا الموضوع قال كانوا ثلاثة خفر من الإعاش كانوا بالأبراج مع الطيارات هالمحمية فقصف طبعا فقالوا لدنيا المغرب ليه لصارت يعني فدخلوا عليهم مجموعة توقعوهم من الحرس يعني الحمايات أو شيء فتبينوا يعني أمريكان وياهم مترجم أما قطري أو كويتي فتشتفوهم طبعا وأخذوهم أقلت لك كيف دخلوا وقال داخلين جايين طريق قرية المكاسب يعني عادمين الجدار مع المطار ودخلوا وصيطروا حتى أكون وحدة حماية هناك ما قامت يوم أربعة الأستاذ الصحاف كان وزير إعلام محمد سعي الصحاف أعلن قال القوات الأمريكية تمكنت من موطع قدم أو شيء من القبيل في مطار صدام ونحن نحاصرهم داخل دبابات قال ربما حديث عن أسلحة غير تقليدية أو أسلحة هذا العفو لاحق لاحق نعم نعم يوم خمسة أربعة القوات الأمريكية عملوا مناورة خرجت عدة الدبابات من المطار في شارع المطار لاتجاه أم الطبول نعم واستداروا ورجعوا يعني استداروا من تماثيل للشهداء الصباغ ومجموعة نعم ورجعوا وكانت حتى سيارة كراون أو شيء ضربوها كان وهاي أنا كنت شاهد نقي المباشر من الفوكس نيوز نعم الفوكس نيوز كانت مخليها كاميرا خاصة بالبث المباشر على أول دباب نعم وأظن على أخرى المهم عندهم تصوير فهاي كان يعني استعراض فهمت بعد ذلك يوم خمسة القيادة برئاسة الرئيس صدام حسين وضعوا خطة لمعركة المطار يوم ستة أربعة وكان يعني حدوث ساعة داعش جسر العامرية ليلاً أو نهاراً لا نهاراً نعم جسر العامرية اللي يربط بين العامرية و بين حي الجهاد نعم كان بهذا المكان موجود رئيس صدام حسين وعدي وقصي ولؤي خير الله وأعتقد واحد من الأولاد سبعاوي وقائد الحرس الجمهوري ومجموعة ومعهم صحفي كان يعملوا إياه يعرفوه كثيرين اسم حسين المعاضي نعم وكان يشغل منصب مدير تحرير مجلة الفدائيين فسألت على اللي حصل هذا التوثيق وليس للأشاعات فروالي الآتي قال نعم قال الآن استدعوني حتى أكتب عن المعركة وكان الرئيس صدام الله يرحمه يحمل بي كيسي أو ربي جي فقال تم إرسال أول مجموعة من الفدائيين للمطار بعد عباس بن فرناس ضربوا السيارة الأمريكان وحرقوه نعم حضرتك تعرف في مساحة القبل المطار الساحة الكبيرة جدا نعم مفتوحة مكشوفة نعم مكشوفة من تكون دباباته نعم مستحيل أنت تقدر توصلهم راحت سيارة ثانية أيضا ضربوهم فأمر رئيس به وقف يعني أي تقدم الحرس الجمهوري لواء الصواريخ عم يدرك كون صالح الله يرحمه ذكر لي هو كان آمر لواء الصواريخ في أبو غريب قال احنا جتنا أوامر نقصف المطار بالصواريخ فقصفناه بسبع صواريخ أرض أرض بعدين قال لنا توقف استفسارت من طرف ثالث رواية من طرف أريد طرف آخر طرف الثالث بعثت استفسار يعني عن حلقات معقدة بفريق سيف الدين الراوي ذكرناه بالحلقة النساء استفسار أنه أنت كنت موجود في يوم ستة أربعة على جسر العامري ما الذي حصل فتطابقت الرواية ثان أضافلها قال ولكن كانت مجموعة من الحرس الخاص بعثهم الرئيس إلى منطقة القصور بالمكاسب وكان يقودهم عقيد فلان وكان اتصال بين العقيد وبين شخص قريب من الرئيس فيسألة أنت وين يقول له بهيش مكان يقول له وصف لي المكان فبعدين يبدو اقتنعوا أنه ينهل الموضوع هناك معلومات تردد ولكن حقيقة ما توثقت منها أنه الأمير كان استخدموا أسلحة وأسلحة محرمة ما وصلت الأحد يأكد لها لحد الآن وياريت أحد عنده معلومات ينطين إيها ممكن في جدار بغداد بالطبعة الثانية ينظيفها هناك معركة من النوع هذا ورواية تختلف عن هذه للتوثيق أيضا ياريت مقدر هذا ما يتعلق بالمطار وهي أكثر شيء كان يوم فجر وقف الدبابة على جسر الجمهورية من جهة وزارة تخفي نعم تعرف حضرتك يوم الذي قصفه به مكتب قناة الجزيرة وحوص الفريق أبوظبي الذي كان على الشرط وأيضا قصف به طابق داعش في فندق المرديان مرديان نعم كان به صحفي اسباني أعتقد اسباني أيضا فكان دبابات بدت تذهب أرتال فأحد الضباط إرويلي كان مع الرئيس صدام الله يرحمه قال كنا ثنيا من الاتصالات الأمن الخاص والرئيس وطاه سير رمضان الله يرحمه بعض المجموعة ومعهم أيضا الفريق سيف الديار فالرئيس صدام شائل أر بي جي وراحل يضرب الدباب أو ضرب دباب أمريكي في منطقة اليرموك على الشارع يعني من جهة أم الطبول قريب من أم الطبول قريب من أم الطبول نعم فزعلان طه سير رمضان الله يرحمه وقال لها سيدي إذا أنت تقاتل هذا ما نفعل وما يصير المهم يعني هذه أيضا قصة أنه هذا يوم 8 أربعة ولكن تعرف حضرتك يوم 8 أربعة بدأت الأمور تتفكك يعني يعني بدأت تغييب ملامح الدولة بشكل كامل لأنه الأمريكان حصلت معركة في منطقة تويثة يعني وين الطاقة الذرية نعم حصلت يوم 7 أو 8 ووصلوا إلى تخون بغداد من جهة الشرق في يوم 8 أيضا فبدأت الأمور يعني يعني ليس هناك أمل مثل ما يقولون كان الحديث يجري أنه وصلوا في تلك المنطقة إلى المستشفى المستشفى الأمراض العقلية وفتحوا الأبواب وأطلقوا المرضى الشوارع وكانوا يريدون يعني فوضى يعني يشيعون الفوضى بهذا الاتجاه أستاذ وليد في تلك الفترة يعني كانت القوات الأمريكية تندفع باتجاه وسط بغداد من الملامح اللي شهدناها وربما تحدثني حضرتك عنها أنت كنت يعني تحدث عن غياب الدولة كانت القوات الأمنية من الشرطة قد يعني غيروا ملابسهم ارتدوا الملابس المدنية يعني لم نعد نرى شرطيا حتى قبل هذا التاريخ يعني من بداية ربما من بداية شهر الرابع اثنين أو ثلاثة أربعة القوات الشرطة جاهم أمر أن نخلعوا ملابسكم وارتدوا الملابس المدنية حتى الشرطة اللي في الشارع يعني لم تعود هناك رؤية لملابس رسمية عسكرية عراقية هل شهد هذا ما دلالاتها كانت ربما يعني هذا هم سلاح ذو حدين ربما يعني حمايتهم فبنفس الوقت أعطى انطباع للعراقين أن لا قوات لا سلطة للدولة الآن في الشارع نعم وحقيقة عدة عوامل العامل الأول أنه الترويج والتعبئة كان تقول أنه الأمريكان يستحيل يصل لبغداد قبل ستة أشهر نعم وهذا يعني أقنع ليس الناس فقط وإنما الأجهزة الأمنية أنه أنه بغداد بعيدة يعني أن تتحدث عن ستة أشهر وستة أشهر ستكون المعركة في جنوب العراق مع القوات الأمريكية في عزة الصيف تتذكر حضرتك الأمريكان شواء راح يتحملون الحار نعم والحار هذا هنا وشلون ولكن تبين الأمر غير شكل فعندما وصلت القوات الأمريكية وانتشر الخبر أنه وصلوا إلى المطار الانهيار النفسي أصبح قوي جدا وهنا وقع الصدمة والترويع أصبح العراقي حقيقي هناك أمر صدر في بداية نيسان من الرئيس صدام يقول بأن كل عسكري يلتحق بأقرب وحدة إلى سكنه وهذه كانت إشارة إلى تفكيك الجيش نعم لأنه العسكر معروف يعني قوتهم بمنظومتهم العسكرية التدريب القيادة فهذا جعل بعد السيطرة انتهت يوم ثمانية أربعة فريق قناة أبوظبي بس تقرير نعم مساء لأنه كان كانوا في جانب الرصافة في منطقة الخلاني تحركوا من الخلاني إلى ساحة التحرير وشارع الجمهوري يعني بالطرف الثاني كان مكتبهم محاصر بشاكر حامد ومجموتة الأعلان العراقي المعروف فأنا رصدت التقرير لا يوجد أحد سوى في ساحة الخلاني ثلاثة أو أربعة يبدو من الحزب مدنيين مثل ما تفضلت وشعلي النار على كلام المغرب على الطرف الآخر إلى ظهر يوم تسعة أربعة جهاز المخابرات المنتشرين في مدينة الثورة لم يغادروا إلا الساعة 12 ظهر يوم تسعة أربعة فكانت من هذا الجانب من هذا الجانب نعم هذا أنا اللي رصدته في ذلك الوقت أستاذ وليد قبل أن أسترسل في هذا وريد أن تحدثني أيضا عن أجهزة الإعلام التي كان المواطن العراقي يراها في تلك الفترة يعني كانت الإذاء والتلفزيون قد ضربت قطاع البيت كهرباء كانت يعني تتقطع يعني المواطن العراقي ما هي القنوات اللي كان يشاهدها وكيف كانت تبث فكرها يعني جزء من عمليات الصدمة والترويع وجزء من عمليات التضليل التي كانت لكن دعنا نتوقف عند فاصل قصير ونعود لاستكمال هذا الحديث أعزائي المشاهدين فاصلوا قصير ونعود إليكم أعزائي المشاهدين أهلا ورحبا بكم ونحن نستكمل الجزء الثاني من هذه الحلقة برنامج الشاهد وشواهد وضيفي وضيفكم الكاتب والباحث السياسي المعروف الأستاذ وليد الزبيدي أستاذ وليد قبل الفاصل كنا نتحدث عن معركة المطار وحدثتني عن معركة المطار وما جرى في تلك الفترة يعني كيف ما هي روايتك عن هذه المعركة وإذا نسألك أيضا وكنت يعني قبل الفاصل قد نوهت لها كنا في تلك الفترة يعني مبنى لذاعو التلفزيون قد قصف البث من قطع العراقي ربما يعني المواطن العراقي ما هي يعني ما هي وسائل الإعلام التي كان يتعاطى معها كيف كنت ترى هذه الوسائل الإعلام ما الذي تبثه هل هو جزء من الدعاية للحرب وصول الانهيار المواطن العراقي قبول بالاحتلال أو استسلام للاحتلال أو قناعت أن الاحتلال قد حصل وانتهت الأمور وأن الدولة قد سقطت ما هي وسائل الإعلام التي بقيت في العراق في ذلك الوقت وكانت تبث للعراق ولماذا يعني كانت ربما قناة العالم وهذه إيرانية معروفة كانت الناس أغلب الناس تتابعها وكانت قناة العربية أليس كذلك بالواقع هنا يعني نوضح مسألة للمشاهدين الكرام نعم أنه العراق كان الدول التي تحضر استخدام الستلائب نعم باقي اللاقبة نعم ولكن كان يوجد بعض بشكل سري وكانت هناك منظومة أطلقتها الحكومة قبل فترة من بداية الاحتلال القصف دمر كل شيء كانت هذه منظومة خاصة يعني وكان فيها توسع نعم بدأ يتوسع نعم الذي حصل اللافت أنه قبيل الحرب انطلقت قناتان نعم قناة العربية وقناة العالم الإيرانية نعم قناة العربية تبث عبر الأقمار الصناعية وعندما وعندما تم تدمير الأبراج والإذاعة والتلفزيون أو قصفها توقف البث انتهى بث للعراقيين إلا من خلال قناة العالم قناة العالم يبدو كان يعرفون الذي يحصل ووضعوا خطة بأن غالبية العراق الوسط والشرب والشريط الحدودي حتى بغداد وشمال نعم بغداد تستلم نعم يشاهدون قناة العالم للبث الأرضي للبث الأرضي للباء الأرضي نعم وكانوا يضعون من ضمن طبعا هم أطلقوا تسمية الحرب على العراق حرب السيطرة نعم كانت تظهر على الشاشة أنوان حرب السيطرة وكانوا حاطين كاميرا مباشرة على مقصر ويتحدثون أيضا عن الصمود والانتصار بنفس الطريقة يعني وتغطيات أخرى طبعا مناطق أخرى وعدهم مراسل أيضا كان في بغداد في غط القناة العالم ويبدو أن هناك كانت مشاريع معدة سلفة لمرحلة الغزو بعد الغزو بعد الحرب بعد انتهاء الحرب مباشرة تعرف حضرتك أنه أول شيء يمفتح على العراق هو السيتلايت نعم فبدأ السيتلايت يجلب القنوات وما فيها ووضعت برامج متعددة من ضمنها أنه القنوات الكبرى مراسلين مكاتب في بغداد هو برامج تبث من داخل بغداد تحقيقات وغير ذلك تعمل باتجاهين سلبيات عن المرحلة السابقة والتمهيد للقرن الأمريكي والتجربة العراقية نعم الأمر الآخر ظهرت فتحوا الأبواب الأمريكان بدعم لعدد كبير من الصحف والإذاعات بعد ذلك القنوات وكان طبعا القصد منها أن يوحوا للعالم أنه هناك ديمقراطية نعم ولكن أيضا ضمن المشروع هذا الكوادر الصحفية اللي كانت موجودة العاملين في وزارة الإعلام تم حرمانهم حلة وزارة الإعلام طبعا ومنعت عنهم الرواتب والقصد واضح أنه تلتحقون بالمؤسسات الجديدة نعم لتنتقل الخبرة والعنوان إلى المؤسسات التي تروج للمشروع الجديدة الكثيرين مقبلوا طبعا رفضوا والبعض الطرق يعني سواء هو يتماهى مع المشروع أو لأنه الحاجة اللي يحتاج معذور أكيد نعم صار شيء آخر يعني ربما لا يعرف الكثيرون كان مجموعة خيرة ومهنيين من مراسلي الوكالات العالمية والصحوف وأنا كنت من ضمنهم ولكن هناك أكثر مني أسماء معروفة ومشهورة مثل الأستاذ صبحي حداد كان مراسل إذاعة البيبيسي الأستاذ أحمد صبري مراسل إذاعة منتكال الغريب أنه بعد المرحلة التي تلت الاحتلال مباشرة بدأت مضايقات علينا فتم فصل في وقت مبكر عدد من المراسلين غادروا أنهاء عملهم نعم أنا خلال أشهر كنت أعمل مع حدود سبع أو ثمان مؤسسات جميعهم قطعوا وصلتهم بي كل المؤسسات كنت تزودها بالأخبار والتقارير والمقابلات انتهت قطعوا وصلتهم وبعضهم طبعا صار حوني بشكل صريح قالوا أحنا أسبوعيا يزورنا أما للسفير الأمريكي أو البريطان وأنت حاد في مواقفك جدا كنت قد بدايت تظهر على الفضائيات نعم فضائيات والبيبيسي كانت البيبيسي مؤثرة كانت إذاعة نعم فجاوبتهم أقولوا أنا هذه قضيتي وقضية بلد بلد محتل وطلعت مقاومة فاستحيل يعني صارت مساومة حقيقة فبدأ يعني استغناء استغناء ما أشوف إلا جايني على الإيميل كتاب استغناء استغناء فهذا الملامح اللي ظهرت اللي إجابوا جابوا كل المؤسسات كوادر غير مهنية نعم والأسف بهم أما هو غير وطني أو لا يفهم أذكر لك مثال نعم مؤسسة كبيرة وخطيرة مؤثرة مثل البيبيسي يفصلون الكوادر المهنية القديمة ويجعوا بشباب جدد بعضهم لا يعرفون شيء يروح بالتقرير يقول حصل انفجار في المنطقة الفلانية وهذه غالبية شيعية وهذه غالبية سنية حصل انفجار على قرب جانع قرب حسينية فرصدي تاني هذا الموضوع هذا ما وجوده بلغتنا ولا مهنية ليش مهنية يعني أنت ما عندك نسب وتناسب معنى تقسيمات بهذا الشكل الطائفية بهذا الشكل لا اجتماعيا مقبولة ولا اعلاميا مهنية نعم فالبيبيسي كانوا يستضيفون اضطريت يوم رحت زرتهم مصطلافة وطلبت اجتماع مع المراسلين قلت لهم اخوان انتوا عراقيين انتوا جاءت نفذون اجندة ومشروع لتقسيم العراق وتخريب المجتمع ما مجبر صار انفجار بالمكان فليش تقول هاي حسينية والشيعة وهاي الجامع والسنة فتبين يعني قالوا انه تأتينا اوامر من من المصدر او المركز اذا هناك مشروع ان يعمل الصحفي العراقي في خدمة مشروع تقسيم وفتنة طائفية وهذه استمرت كما تعرف حضرتك يعني تحولت الفضائيات لهذا الاتجاه وصحوف وكتاب في عمل مؤسسة تهدم المجتمع العراقي تحولت بغداد كلها الى جدران بهذا الاتجاه استاذ وليد اه في مرحلة لاحقة طبعا نعم 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 وريد العودة مرة اخرى استاذ وليد الى يوم تسعة اربعة تسعة اربعة حتى في كتبك حضرتك انت يعني هذا اليوم فاصل لديك مولي انه دخلت قوات الامريكية الى بغداد بس فاصل بين اعمال الرد والمواجهة واعمال المقاومة انت كان عندك فاصل وريد ان تحدثني عن هذا اليوم قوات الامريكية فجأة في وسط بغداد في منطقة يعني في وسط بغداد فعلا فندق يعني الشراطون وفندق المريديان والساحة اللي كانت جندي المجهول سابقا في ذلك فيها تمثال اسقطة في ذلك الوقت اسقطت هذه الرمزية اعلان كان واضح واضح جدا الى انتهاء الدولة وبدأ يعني مرحلة جديدة ما سمي بالعراق الجديد كيف كنت تنظر الى تلك المرحلة اين كنت انت في تلك الايام اغلب الاعلامين كانوا في فندق المريديان يتجمعون يعني القصص كلها كانت تخرج من هناك الوكالات كلها الفضائيات كلها كانت هناك كيف كيف تحدثني عن ذلك اليوم ما زال يوما كيبا حتى عندما نتحدث عنه تصيبنا الكعابة ونستذكره بكل حزن نعم الحقيقة قبل الحديث عن تسعة اربعة الحرب هي حرب اعلام وحرب صورة مهمة كانت الصورة لهم فليس مصادفة او اعتباط انه يتم اسقاط تمثال صدان حسيان في امام فندق المريديان هو واضح كل من يقرأ المراحل اللي سبقتها ان هناك مخطط اعلامي وصياسي وعسكري ولكن ذات تذكر حضرتك في وقت مبكر من بداية الحرب اعتقد بعد يومين او ثلاثة ايام معرفة الضبط نعم فريق سي ان ان القناة الامريكية الاشهر قرب الانسحاب من بغداد وعبر عن مخاف من احتمال قصف المقرات الصحفيين نعم وفي الواقع هذا واضح جاهم توجيه انه خوف الصحفيين هذا واحد وهذا فعلا يخوف يعني مو سهل من فريق سي ان 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 ينسح باقي كلهم مكشوف كلهم يعني مكشوف نعم الامر الثاني القياد الامريكية الوسطى يعني اعلنت انه مثلث مهم سيكون يعني هدف رئيسي للقصف مثلث ما هو لذاعو التلفزيون فندق الميليا منصور ووزارة الاعلام نعم لتعرف صايرين بهذا الشيء نعم هذا من وقصفة وزارة الاعلام وقصفة المركز الصحفي في الواقع هذه الخطوات كان مراد منها ان ينتقل كل الصحفيين مركز الصحفي كله ينتقل الى مكان اخر المكان وين المرديان المرديان مطل على تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس نعم فكان هذا حتى قصف قناة الجزيرة بالمناسب يوم 8 أربعة نعم لانه قناة الجزيرة كانت الوحيدة هي وابوظبي على نهر دجل نعم ما كان الضمن هذا الفريق نعم ولكن كان هناك عدد هائل وقال وزارة التخطيط سابق نعم نعم ومقابل السنك من الصفحة نعم فكان كل قنوات العالم وسائل الإعلام متمركزة في فندق المرديان فكان طبعا يوم 7 أربعة المعارك كانت في محيط فندق الرشيد نعم يوم 8 عندما أغلقت الدبابة الأمريكية جسر الجمهوري بمعنى أنه جانب الكرخ انتهت طبعا القصر الجمهوري خالي يوم 8 أربعة نعم يوم 9 أربعة دخلت قواء دبابات أمريكية من شرق بغداد وكانوا يهيئون معهم بعض الناس للسرقة والنهيغ اللي صارت في بدت في مؤسسات وزارات في شارع فلسطين نعم وانتقلت إلى المعارك الأخرى فمن ظهر يوم 9 أربعة بدأ انتشار للدبابات الأمريكية أعتقد حدود ساعة 5 عصرا أنا كنت أراقب المشهد اللي ستلايك نعم خارج بغداد أنا كنت فكان تهيئ الصحفيين حركة لاحظ بث مباشر كل الفضايات فإذا تقدم الدبابة الأمريكية بالمشهد المعروف وتمت عملية إسقاط تمتال صدها نفسيا فأريد في هذه المسرحية المعدة سلفا أنه يقول للعالم الذي يتابع كل الفضايات الحرب عالمية كانت أنه هذه نهاية حقبة وبداية حقبة جديدة حتى كان رفع العلم الأمريكي هو إشارة للحقبة الجديدة فكان أشياء متكاملة حقيقة إلغاء مؤسسة وزارة الإعلام ومؤسساتها وتجويع الكاثر فيها فتح أبواب جديدة حسب القطة الأمريكية إقصاء مهنيا عن العمل ونقل الصورة من العراق كل هذه حصلت يعني بعد أن انتهت القوة العسكرية من صفحتها كان مهيئ للصفحة الثانية قنوات تبث على الأرض للعراقيين وقنوات أخرى تبث من خارج العراق فأصبح العراق حقيقة والعراقيين ساحة مفتوحة يلتهمون الكثير وقل لمن كان يفرز الغث من السنين نعم كان فعلا يوم فاصل يوم تسعة في نفس الوقت يعني يمكن في هذا اليوم أيضا ظهرت صور للرئيس صدام حسين في مناطق في بغداد يحيي الناس عندما كانوا سقطون التمثال ظهر في العظمية كان معادلة غريبة عجيبة المواطن في حيرة من أمره ما الذي يجري يعني وكان السؤال الكبير عندما بدأت عمليات النهب في ذلك اليوم بدأت عمليات النهب عمليات الحرق هل كانت هذه ضمن المخطط يعني هذه عمليات دخول إلى وزارات معينة نهب حرقة أسواق مركزية حرقة مخازن الأدوية مخازن للغذاء كلها بعض المخازن شهدت بعض المخازن كانت الدبابات الأمريكية تكسر الأبواب تدعو الناس إلى الدخول يعني هي كانت تشجحهم على السرقة وشاهدنا هذه الفوضى كيف تصفها ما الغاية من هذه الفوضى هذا النهب هل كانوا يريدون أن يشيعوا أن الشعب العراقي مجرد مجامع يعني لا يلمها يعني لا تلمها إرادة لا يلمها نسيج معين ليس هناك من وشائج بينهم سوى أنهم مجموعة من ال وحش العراقين من الرعاع من السرق من الصراق من المخربين هل كانت هذه الصورة يعني ربما تهمنا فيها وكانوا الكثير من وكالات الأنباء تنقل هذه الصورة كيف كنت ترىها حقيقة هناك صورة وهناك ما خلف الصورة نعم كانت المشاهد مؤلمة ولكن أيضا هذه دخلت ضمن الدراسات الأمريكية المجتمع العراقي التي قدمت المجتمع الأمريكان هم أولاً هم أولاً تعمدوا كسر المخازن هذا ليس من عندي بعد الحرب بأشهر قال دونالد رامسفيل كان مجال اتفاع صرح بشكل رسمي ونشرته ماسي فريد معنا الصحف الأمريكي في نيويورك تايوز قال رامسفيل بأن القوات هم الذين كسروا المخازن أمام العراق أنا شاهدت واحدة منها المدرعة رجعت إلى الخلف وكسرت الباب كبيرة والناس كانوا وكان الجندي الأمريكي يؤشر لهم بيده ودخلوا هذه مستندة إلى دراسة أخرى ولكن أيضا النطحف العراقي الدبابة الأمريكية اللي هو ذاكرة العراق التاريخية والثقافية دبابة الأمريكية فجرت الباب ليدخل الناس المكتب الوطنية جاءوا ناس أغراب وبدأوا يحرقون فيها فكان أكبر نامج موضوع ل كيف أقول يعني إعادة برمجة المجتمع العراقي ولكن أخطر مسح الذاكرة العراقية هذا من جانب من جانب آخر هناك من قدم نصيحة لأمريكي وهذا مسألة خطيرة جدا نعم تقول لهم بأن المجتمع العراقي مجتمع ملتزم والمجتمع الملتزم سيقاوم ولكن يعني ليس من جانب ديني أنا أتحدث جانب اجتماعي نعم ولكن بدأت تجارب أنه في كل مجتمعات الذي يسرق لا يقاوم نعم هذه النصيحة طبعا ضمن دراسة أو دراسات أخرى قدمت على العشاء كثيرة قبل الحرب هذه النصيحة كان الأمريكان يريدون أن يأكل الشعب العراقي كله من السرق حرام حقيقة أنا بعد أن يعني حصلت على تسريبات منها وضمن اهتمامي عملت شبه حصاء يعني نعم واستبيان في بعض المناطق وطبعا ليس في بغداد وحده في كثير من المناطق صار نهب نعم فأستطيع أجزم أن الذين يعني سرقوا أو نهبوا لم ينخرط أحد من أبنائهم في المقاومة بالتأكيد يعني هذه أدلة حضرتك تسأل منطقة الفلانية تقولهم العوائل الفلانية التي أخذت ونهبت أحد قاوم بها يقول له لك وها طبعا أمر خطير يعني ولهذا الرجال الدين والعلماء وكثير من الواجهات الاجتماعية والعلمية بسرعة تدارك هذا الأمر وصارت دعوات أنه توضع الأمور التي نهبت في المساجد والجوامع الحسينيات وامتلأت الحسينيات والجوامع الناس بعد أن انتبهوا إلى خطورة هذا كثير منهم أعادوه وتعرف يعني بعدين تم الاحتفاظ بيها وعطاها المحتاجية استاذ وليت هل يعني هل ما تم بأيدي عشوائية هكذا الناس يعني بدون تخطيط أم كانت هناك فرق تخطط يعني هناك الكثير من السراك كانوا متخصصين بالسرقة يعني ربما لم يعيدوا هذه الأشياء وكان يعني كل كل همهم أن يسرقوا وكانوا يتحركون بهذا الاتجاه يعني لم يكن هناك وازعا لا دنيا ولا أخلاقيا ولا مجتمعيا ولا بأي رابط تعيد تدفعهم لعادة ما سرقوه يعني كانت فرق تتعرك لجلب الآخرين هو الحقيقة هو كان يعني ثلاث توجهات نعم أو كان مجاميع يعني وصلت للإراء قبل قضي للحرب أوثناء الحرب وهذه كان مهمتها تسرق البنوك ويشرف عليها سياسي كان معارض معرف وكانوا راسمينهم أحمد الشلبي أحمد الشلبي نعم وهاي طبعا المعلومة أحدثني بها مساعد مالتا بعدين أيضا توفى محمد الزبيد اللي كان أول محافظ لبغداد نعم ولاحقا نمكن أيضا نتحدث عن معلومات أخرى نعم نعم فقال احنا دربنا مجالة نعم على سرقة البنوك دربوا دربوا أن هذا البنوك بالمكان فلاني يعرفون حتى بعض المعلومات عنها وطبعا أكيد مبسط الشلبي آخرين كانوا يستغلوا على هذا الجانب هناك فريق آخر تخصص بسرقة اللوحات والأعمال الفنية والأثار نعم وهذا طبعا بها جانبية الجانب تجاري وجانب تخريب ولكن المخطط الأكبر أنه أن تروج بين الناس أن هذه أموال حكومة رايحة حلال اخذوها نعم هذا الخطر إذن هذا أيضا وراء عقل يحرك اللي راحوا بعفوية وسمعوا الدعوات من العقلاء لا كثيرين رجعوا ما سرقوا ولكن اللي سرقوا الفلوس لأنه جايين وسرقوا أكثر الآثار يعني نهبوها ذهبت البعض منهم أنا شهدت البعض منهم كان يتحدث أنه هذا جزء من حصتي في هذا البلد وهناك فتاوى تجزلي كثير منهم أنا شفتهم شفت كان يتحدث بالأسواق وكذا عندما يبيع وتسأله هل هذه نعم يعترف أنا جئت بس هذه حصتي حصتي في هذا الوطن يعني خدمت هذا الوطن وهذه حصتي وأني فرد عراقي وهذه حصتي وعندي فتوى يعني تؤهلني أو تجز لي أن أخذ هذا نعم دكتور يعني هنا معلومة أعتقد فيها مرتكز قوي لمجتمع العراق نعم قد تغيب عن الكثيرين العراق لم يكن في ذلك اليوم فيه شرطة واحد نعم لا رجل أمن واحد نهب في كل مكان الناس لا تعرف من الذي سيحصل زلزال ولكن كل هالعصابات اعتدت على أملاك الخاصة مع الناس أبدا في أميركي دولة التقافة والحضارة تعرفون في نيويورك طفأت الكهرباء ست ساعات فقط وكل أجهزة أمنية واستنفار نهبت كل المحال محال الذهب والمحال العام والمسلم على الأمريكي بالمناسبة العراقيين عاشوا تقريبا 500 يوم بدون سلطة يعني شنو بدون سلطة ماكو سلطة منظمة أجزاء أمنية و جيش ووجودة في الشوارع من 9-4 إلى نهاية عام 2004 لا توجد 9-4-2003 لغاية نهاية 500 يوم العراق بلا سلطة العراق وكانت كل المحال التجارية في بغداد وغيرها لا يوجد بها حارس واحد ما حصلت عملية سرقة وحدة لهاي المحال الشورجة مثلا في بغداد شارع السعبون وغيرها هذا أيضا يجب أن نتحدث عندما نشاهد صور لـ 50-30 واحد واحد ناهب لكرسي واحد ما عرفيش وكانه ها صورة العراقين وليس العراقين العراقين اللي يبقوا 500 يوم بدون سلطة وبدون أمن وبدون أي شيء ولم يسرق محل واحد إذن أنت تتأكد هنا في شهادتك أستاذ وليد أن هذه صورة مجتزئة أريد لها أن تعمم وأعدادهم لم تكن كبيرة بالتأكيد نعم ولكن كما قلت زلزال خطير كثير منهم قالوا ربما لا تأكلوا هذا أموال حلال البعض روج هكذا ولكن هل تجاوزت واحد بالمية بالتأكيد لا قلت في البداية كانت حرب إعلام وصورة هذه الصور بقيت الفضائيات تردد فيها كل الفضائيات بدون استثناء هذا يحمي الكرسي وهذا مقتح ما عرفيش وهذا ساحب كارويتا وقنفا هذه ركزت عند الناس أنه ذول العراقيين في حيث حقيقة العراقيين هم اللي بقوا خمسمائة يوم بدون سلطة لم يعتدوا على محل خاص لم تحصل مشاكل بين الطوائف العراقية بالمناسبة كانوا يرددون بعد أن يذهب صدانق سيين ستكون معارك مجازر بين السنة والشيعة صح أو لا متى حصلت أول زيارة أربعينيا بعد الاحتلال والعراق بلا سلطة ولا شرطة حصلت يوم 23 و24 أربع 2003 من كل المناطق في العراق ذهبوا للزيارة في كربلا والنجف إطلاق واحدة لم تطلق حادث واحد لم يحصل بدأت اللحدات تحصل عندما صار قوة وسلطة عزاب سياسية ومن يريد أن يعود إلى تلك الأيام التي هي أول زيارة أربعينية لإمام الحسين عليه السلام يتأكد وهذا يجب التأكيد عليها أنه العراق واحدة مجتمعية ما كانت متماسكة لأنه كسلطة قبل الاحتلال ولم تهتز وتحصل نزاعات وحروب بغياب السلطة نعم ربما هذه خير إشارة وإضاءة للمستقبل من الحاضر إلى المستقبل أستاذ وليد قدمت ننهي بها هذه الحلقة أشكرك شكرا جزيلا أشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين وقت هذه الحلقة قد انتهى التقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى إلى ذلك أستودعكم الله والسلام عليكم موسيقى موسيقى